اشتركوا في القناة 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 جامعة اشتركوا في القناة 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 ده أساس شخصية علي ليه إلا علاقة اللي بينك وبينا أحمد السقه في الحياة وفي الفيلم لأن أحمد بحبك جدا أنا يعني صاحباً بيقول كيا بس عشان بقى قدامة كان لأ لأ يعني شخص باحترمه وبحبه جداً باحترمه وأخوتي بيلي قوي لا لا يعني أنا في الأوقت لما دخلت الفيلم كان برضو بطحان بقى داخلت وعم قال لا بقى السقه وإنت صغير ففجأة دخلت لأ يعني يعني بيقول كيا بس عشان أنا يعت بس كان فيه ترحاب أنا كش متوقعه يعني كنت قلقان شوية اني شغال مع درجة عالية طبعا ان احمد سقق وخالد صلاح الله ورحمه وخالد الصعوي وشريب عرفة وناس كلهم وهند صبقي كنت داخل طبعا قلقان جدا بس لقيت الرحب من كل الناس وبالذات فصل احمد لقيت الرحب عالي جدا انا كنت توقعه يعني فلاحة ما كنتش فهمه بس اكتشافت لا يعني فيه ترحب كان احمد ابن بلد وجدع وبالتالي يعرف يتعامل مع اه 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 لا يعني من اول يوم كمان لأ يعني كان فيه ترحب احترمته جدا ولحد النهاردة يعني فيه علاقة قويسة جدا طب انا اسألك سؤال مش سياسي بس لو انت بتعمل دور ضد قناعاتك السياسية انا في الاخر يعني انا ترجع النقطة اللي قلتها لحراتك انا في الاخر انا عنص المشارك من الصناع تمام انا على فكرة معجب بك جدا انا على فكرة انت بتقول الكلام جميل وبصوا بقولولي واحنا كمان الناس على ال اير بي بقولولي واحنا كمان لان انت بتقول فعلا لا 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 يمكن انت بتقول كلام جميل وده دليل على ان انتو جيل اه ناضج قبل الاوان انت عنصر مشارك ولاست بصانع انا انا مش صانع انا ما اقدرش في الاخر اتخذ القرار وده شيء في ناس كفيه قابت الدائم من المسلمين بصير موضوع ده انا في الاخر ما اقدرش يقدي قرار ده مش في ايدي انا مش صانع فيلم انا في الاخر انا انا عنصر زي كده مبضاعة بتتعريد في السوق هيجي تاجر منتج او مخرج او اي ان كان يشوف اول بدعدي تتوافق مع اللي انا عاوزه ويجيبها ممكن يجربها ممكن ياخدها على طول بس في الاخر انا زي انا عنصر مشاركة فامتي حتتحمل مسئولية ان انت تقول لا انا مش عايز لفيلم ده لانو لا يتوافق مع قناعاتي في الموضوع الحفودي لاني زي مثلا زي يعني زي ما بتجيب مثلا عمرو واكد يعفج فيلم برا مثلا؟ فاميرة السكريبت يحس ان ده مش ماشي مع القناعات فى قولك لا مش هعمله ان mö loi اقول لحورتك..فضل هنرجع النقطة برضو اللي قلتها التوجيه اول ما حس بيني اي حاجه فيها توجيه سواء كانت بقناعاتي او ضد قناعاتي انا مش عايز اعمل حاجة فيها توجيه غير لو اعمل توجيه يعني توجيه عامي مش مباشر مش اقول للناس روح يومين او روح مش مالي تمام انا قولك لا همتوا النصايح والحاجات دي صح؟ لا يعني مش بس في نصايح سطحية جدا خلاص حرفناها كتير بس النصيحة عامة لا انا باحترم قوي النصيحة يعني النصيحة بالنسبة لي شيء باحترم ايه انا قصد مش فكرة من قصدش النصيحة بمعنى النصيحة كلها النصيحة باحترم اللي ما تحبش اعمل ما تعملش ايوه لا انا ده اللي اعزي عليه بقى يعني بالعكس انا بتخب يعني النصيحة بالنسبة لي بعد حركة كنت تقول النصيحة العادية دي سطحية اللي هو بص يا احمد لازم دي النصيحة السطحية دي خلاص جدا امانا كفية بس النصيحة النصيحة في الحياة عامة ده اكتر حاجة ممكن تشدينك يا شباب ان حد ييجي يقول لي بص انا عملت واحد اثنين ثلاثة وشغلت في كذا 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 بحكيلك تجربته الشخصية تجربته الشخصية او غير كده يقولك انا شايف ان انت كذا كذا نصيحة الحياة دي احنا كلنا متقبلة جدا عشان احنا محتاجين ده بالذات سننا ده يعني حراكة وشان كل المجتمع اللي حوالينا كمجتمع سن يعني سن بتاعنا كله عنده عنده توهان كله مش عارف فجأة انت فجأة بتخش على مجتمع اخر مجتمع الدراسي اليوتوبيا الدراسية وهتخلص وهتشتغل فجأة بتلاقي نفسك مخحم جوا عالم انت مش هام عنه حاجة وتلاقي اللي سبقوه مفيش اليوتوبيا خالص ولا شفاء اي حاجة طبعا فاحنا عندنا مشكلة دي قوي حيطة ان احنا مش عارفين احنا ايه واحنا مين واتتيهين بس احمد انا عايز اقولك ان هذا الشعور اللي بينتابك هو نفسه شعوري لما كنت في سنك مانا دا اللي اقول السدنينة ده كل اه يعني انا كنت تكلية الطب وخطر في الدماغي انا في سنة ثالثة انا ليه هكمل في الطب يعني ليه انا بكمل في الطب ده وانا عميلي كلها ادبية وكنت عايز اسيب كلها فعلا يعني واخد بالك اي نعم لم اجرؤ عملتها بعد كده وصلت الطب بس هذا الشعور اللي بينتبك في هذا السن هو الشعور الاجيال كلها طبعا هو سعد في الشارع الخلفية سنة 1935 طب قول لي يا احمد من الممثل اللي انت اللي شايفه ايدي يعني شايفه نموذج حليان ولا قبل كده دلوقتي وقبل كده وبره وجوه قول براحتك ماشي اه بقى خطيات لسه قول قول قبل كده اه اه استاذ احمد زاكي استاذ محمود مرسي استاذ محمود مرسي استاذ احمد زاكي اه تمام اه اه حليان كبره كريستين بايدل يعني ده البغيولد واحل ده ابتاد منو هو لسه تفال وهو معاrieb يعني انا ماشي دا انا 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 nave انا بقولي نفسي هو انت قال التجربتك دي مفيش منها اوي فانا ماشي عمال وحفر في حاجة انا مش عارف اخيرها هتوديني ايه الا هيبقى في منجم ولا هيبقى في حاجة اللي غدني ولا مش عارف في ايه بس بحفر عشان انا عايز اعمل تجربة دي تمام فراجل ده عمل كده راجل ابتدأ فعلا هو طفل والنهاردة هو هو نجم كبير غير نجم يعني الممثل عظيم حتى اعرضت للناس هنا دوره ما كان عايز يعمل واحد كشيكتك اللي هو خس اول اه اه فمشينيس حارك هو خس اه انا عاربت للناس هنا اشان اقولهم ازاي الممثل بالشغل العلم قول حضرتك هو خس اربعة وستين كيلو ابتدأ جلده يقع عشان كل الدهون اتحقت ابتدأ تخشها العضل فراجل كان بيموت كده يموت ده اهداء للشيء هو حسه انه ده هدفه الامثل الفي حال رغم العلم حس بمتعة انه يعمل كده عشان يقده دور ما فيه برضو شالة بف مع انه تجاري شوية بس اه لسه عمل احترام طوي في اه 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 اصداده ماتود او اكتنج هما هما بيتابعوا المدرسة ماتود او اكتنج شارعه بقى في حراك عامل دور فيلم جديد اسمه فيولي طرع اسمه بيسلح دبابات اه شارعه بقى في عمل ايه هو مفوض عندي تعويرة من كتر ما هو عايز ده اصداده يلبي جنين زي هيت لاتجر اللي عامل جوكر في بات مانيات بسال الموضوع بده يخرم نفسه سكينة في وشه عشان يعمل تعويرة بجد وكلو ما يخش ماشه التاني يزود عليها عشان يجباني الده مفرش وما استحميهش التصويق كله وطرعيبات في الدبابة طبعا ده تطرف اه 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 بس بقوله حراك ان في الاخر في ناس بتوصل لدرجات عشان هي مؤمنة بالموضوع الموضوع بالنسبة لهم مش شيء تجاري فقط اه 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 مش العناصر اللي بتأتي مع الموضوع لأ هو الجاهر نفسه وعندنا مشكلة ان احنا الناس مش فاهم ايه جاهر نفسه يعني يعني موضوع سطحي جدا اه يا فناني ممسقة بس بس انا بالنسبة لي الموضوع ليه جاهر وانا بتدور عليه اوي انا انا بص يا احمد انا اولا طبعا انت دلوقتي غير من اربع سنين انا بنتك من اربع سنين فانت دلوقتي اولا انا اولا فرحان جدا بيك فرحان بخطواتك فرحان بتتكلم الناضج اللي انت بتتكلم به ولما بلاي حد زيك في السن كده وبتكلم بالشكل الجميل ده انا بتطمن على البلد دي لان في ناس كتير اه لان لو كل واحد قد الموضوع بجد زيك دكتور بقى مهندس عامل بتاع حب اللي بعمله قوي كده وتفانى فيه عشان يفهمه تأكد البلد دي هتبقى حاجة تانية اللي انتو بتحلموا به هتلاقوه ان شاء الله بقى الدكتور هي قعد سنك عشرين سنة ان شاء الله هتلاقوه يا رب يا رب هتلاقوه ان شاء الله ما تحبطش خلي عندك امل لا فيه احبط يا دكتور لا ما تحبطش ان شاء الله كله هتبقى زي الفل تطمن وان شاء الله يعني اتمنى لك مستقبل بار انت هتبقى مجم جامد جدا ولو بتتكلم انجليزي كويس وانا انصحك ان انت لو مش بتتكلم يتكلم لان انت ممكن تبقى ممثل برا وتمثل جهوك ان شاء الله خلص جهوه بس يا رب لا ان شاء الله اتحاق كل امانيك انا سعيد بيك والناس كلها فرحانة بيك الناس كلها حسن انت ابنهم يعني نورت يا محمد وحشوفك ان شاء الله سنجل انت عامل بطرود فيلم روحتك ومكسبت فاصل وحنشوف فرقة مدينة استنانا ما تستناناش انت حول شتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة